وبعد مرور يومين دخلت زينب بن الصراي وكانت راجعة من الوحدة بصت لقيت رفعة تواقف مع وحدة وشافتها من ظهرها قالت لنفسها أما روح أشوف مين دي كمان يمكن تكون المخفية ألمة بس دي كانت بتيجي عشان وسيمه ووسيمه خلاص راجع مع خالته بيت هاشم أنا هحطر ليه لما روح أشوف مين دي قربت زينب منهم لقيت رفعة بيتكلم معها بالإنجليزي بطلاق استغربت وقالت ده كمان من كم يوم كان بيتكلم يوناني مع ألمة قالت في عقلها رفعة ده دارس إيه يا طرح وإزاي بيعرف اللغات أصلا ابتسم رفعة لما لقى زينب قربت منه وبين عليها الفضول شد رفعة زينب من إيديها وقال بالإنجليزي دكتورة زينب زوجتي وإيدي جيرين جيرمان ابتسمت زينب ورحبت بجيرين بصت جيرين لزينب بتفحص وقالت في نفسها إزاي واحد زي رفعة يفضل واحدة زي زينب دي عنها جيرين حاولت مع رفعة قبل كده إنها تجذبوا ليها لكن البرود هو اللي كان بيسيطر عليه إزاي البنت البسيطة دي لحة تدخل حياته وتسيطر عليه وتخليه يرتبط بيها حست زينب بغيرة وهي شايفة البنت دي بتدلع فمشيتها قدام رفعة دخلت الخدامة وقالت العاشة جاهز يا رفعة بيه قال رفعة لجيرين العاشة جاهز أنا أمرتهم يحضروا العاشة اللي عجبك المرة اللي فاتت ابتسمت جيرين ومشيت قدامه بخطواتها اللي غازت زينب قال الزينب في نفسها صحيح إنجليزية ودمها بارد وهو واقع وتلاقي عجباه اللي عملت تترقص قدامه مال رفعة على زينب وقال لها شايفة الستات اللي كلها أنوسة مش عاملة زي عبد والبواب بصيت له زينب بغز وقالت له وطالما مش عجباك إيه اللي غصبك علي ما ننفصل ونخلص ابتسم رفعة ومردش عليها وشد كرسي الجيرين علشان تقعد رح رفعة لما كان زينب وكان هيشد لها كرسي هي كمان لكن قالت له زينب وهي بتقعد لا شكرا خلي الاتيكيت بتاعك للا اسمها الشيرين دي ولا مش عارف اسمها إيه ابتسم رفعة وانحانة على زينب وقال لها اسمها جيرين قال لي زينب كده وراح يقعد على رأس الصفرة أتمنى الأكل يعجبك جيرين وبدأوا في تناول الأكل ورفعة كان بيتكلم مع جيرين عن الخيل وعن الجولة اللي عملها رفعت في استبل الخيل الخاص بيها وإنها كانت سعيدة إنه رفقها طول الجولة ورفعة كان كل ردوده دبلوماسية كانت زينب بتاكل أكل بسيط لأنها كانت بتخطف النظر لجيرين ورفعة تلاحظ لكن معلقش قامت جيرين من على الصفرة وقالت أنا شبعت وحسب الإجهاد عايزة ارتاح سعدت بمعرفتك يا دكتورة اتسمت زينب وابتسم رفعت وقامه وكمان وقال هاجي معاك وخرجت جيرين ووراها رفعت فضلت زينب قاعدة ما كانها شوية وفجأة قامت وقالت الهامة جيد راح وراء الإنجليزية البردة ولا عمل حساب لوجودي هسود ليلته هو وهي وقبل ما تخرج زينب من الصفرة صدمت في رفعت اللي رجع بابتسامه بصت له وقالت أنا كمان رجع هل كان من الوحدة هطلع أنا كمان اتخيمت زي الإنجليزية البردة دي بصت لها بابتسامه ومرضتش طلعت زينب قاعدتها وهي مش عارفة ليه ادائت لما ظنت ان رفعت راح معا جيرين لامت احساسها ودخلت تاخد حمام دافي وطلعب بعد شوية نشفت شعرها ولسه بتلبس البيجامة دخل عليها رفعت ارتبكت وقالت له ايه مفيش باب تخبط عليه جاي قطي ليه رد رفعت بلامه وبالاوه هو مبتسم أنا للأسف هنام هنا الليلة علشان جيرين هتنام في قطي نعم هتنام فين يا حبيبي عندك الصراية واسعة شوف لك قوضة تانية سكت رفعت وهو رايح ناحية السرير وقالع هدومه فضل بس بالشرطة ومنمدد على السرير في سكوت غط بتزينبه وراحت لعنده وقالت له ايه مسمعتش اللي قلته قوم اطلع برا لقوضة وشوف لك يلا قوضة تانية رد رفعت وقال للأسف لازم انام هنا قدام جيرين يرديك تقول اني مش بنام مع امراتي في قوضة واحدة يرديني جدا يلا ام السرير انا مش بحب حد ينام جنبي هي مسألة كم ساعة اتحملي عادي زي ما انا هتحمل برضو اتغذت زينب وهدت اضاءته القوضة ونامت في السرير وثابت بينها وبين رفعت مسافة وادت له ضهرها فجأة حست بايد رفعت من تحت الغطب تتحرش بيها مش بس كده قرب منها ولف ايده حوالين وسطها بعادت زينب ايد رفعت عنها وقامت من جنبه وقفت على السرير وقالت له ما هو مش تسيب قطك للست زفت الطين وتيجي تبليني بيك وفاكر اني هسكتلك كمان لا يتنام بأدبك يتقوم تنام على الارض والله الصراع كلها ملكي انام في الحتة اللي تعجبني وانت كمان ملكي ومش عيبة اتحرش بيك خبت رفعت زينب برجل وهي واقفة على السرير اختل توازنها فوقيت على رفعت وفي ثانية كان مسكها وملجمها ولفها بحيث يبقى فوقها وهو متحكم فيها اتكلمت وقالت قم من فوقي وخلي الليلتك تفوت بدل ما هرد عليك بطريقتي اتكلم وهو بيبص لعينها وقال مش هقوم وعاوزك تردي واشوف طريقتك الحلوة وقرب منها وفجأة قام بقلم شديد انتي بتعضي؟ بتعضيني في رقابتي؟ قام رفعت وفتحت ضوء القوضة وبص في المراية اللي رقابته فيها علامة من أسنان زينب بص لها لقاها نايمة وبتضحك بشماتها بص لها وقال لها ايه انتي ايه حفيدة الدراكولا ردت زينب وقالت له اه شوف لك مكان تاني تنام فيه وابعد عني هقول لك روح لزفت الطين تاخدك جنبها حاول رفعت يمسك دحكته وقال لها المرة اللي فاتت كنت هتجبي لي عاها مستديمة والمرة دي تعضيني ان كنت سكت المرة اللي فاتت مش هسكت المرة دي بصت له زينب وقالت له اخر ما عندك هاتو ما يهمنيش هتعمل ايه يعني ده تم استبيع بقى ومفكر اني عشان بسكتلك مش هعمل حاجة بس انا بقى مش هسيب حق الليلة بصت له زينب بلا مبالا لكن لقيته بيقرب منها ووقفت على السرير وقالت له انا بقول تتمسع وشوف لك قوضة تانية يا هامجي مش هتقدر تمسكني ابتسم رفعته هو بيطلع لها على السرير لكن هي كانت اسرع منه ونزلت على الارض نزل وراه لكن لسوقها زهد كعبيرت في السجادة وقامت بسرعة ورجعت وقفت على السرير تاني قرب منها رفعته ليس هتنزل سحب رفعت الغطب من تحت رجلها واختلت توازنها ووايت على السرير حط رفعت الغطب فيها وقايت حركتها وابتسم بانتصار لكن زينب زقته وقالت له شكلك ما حرمتش من المرة اللي فاتت لما كنا في الوحدة حاولت زينب تضربه تاني برجلها لكنها ما قدرتش لانه كان مقايد رجلها بصلها وقال لها هعضك نفس العضة في نفس المكان وحط راسه في رقابتها قالت له زينب بتوسل بلاش يا رفعت خلاص خلاص نمع السرير وانه نمع الأرض بلاش تعدني رفعت رفع راسه وبصلها وقبل ما يتكلم قالت له أرجوك يا رفعت بلاش تعدني ابتسم رفعت لكنه حط راسه في رقابتها تاني اعتقد الزينب انه هيعضها لكنه حصت ضربات قلبها العالية لقى نفسه بيبوصها برقة اتهزد كيان زينب لكنها هي كمان حصت بضربات قلبه لكنها فجأة زقته وقالت له امن علي يا متحرش قوم الزينب مشاعرها لكنه بخبرته في التعامل مع الستات قدر يسيطر على مشاعرها البريئة ويخليها تستسلم لي وعاش معاها لحظات عشق لكن في نهاية الأمر حست ان زينب بتقنب نفسها وافتكر عضها لي أما عضيتها جامد اتغازت زينب وقالت له قوم من جنبي يا حقير يا همج يا مقتصب المرة اللي فاتت قلت ان انا اللي جيت لك لحد قطك المرة دي انت اللي غصبتني على اللي حصل يا حيوان يا حقير ضحك رفعت وهو قاعد على السرير وحاول يستفزها وقال برضو ما تكيفتش اتغازت زينب وهي بتسحب الغطا وبتزق رفعت برجلها اتكلمت وقالت كنت عارفة انك هتقول كده يلا غور من قطي وبعد كده ممنوع تدخلها اتقام رفعت ولبس هدومه ورجع تاني عند السرير وطلع من جيبه سلسلة من الدهب الأبيض وفيها مصحف لف ايده حوالي رقب الزينب ولبس لها السلسلة بص الزينب لقيت لمعت السلسلة وانبهرت بيها وقالت له المصحف ده ما تقلعهش خالص هيحفظك يا زينب ابتسمت زينب وهي بتمسك المصحف بفرح الطفلة بفستان العيد حس رفعت براحة انه لبسها المصحف لان السلسلة دي كانت هدية والدته له ورفعت كان عنده يقين ان المصحف ده كان سبب نجاته ليلة الحريقة طلع الصبح وصحي رفعت من نوم فتح هينيه وشاف اللي نايمة جنبه بص عليها لقاه نايمة براحة هو كمان كان مرتاح جدا وهو جنبها ومجالوش الكوابيس اللي دايما بتجيله وتقلقه في الزنوم بصلها وهو مبتسم وبيفتكر فرحتها بالسلسلة ما كانش متخيل انه ممكن يدي السلسلة دي لحد في يوم الايام لانها كانت تذكر من والدته ممكن يكون هدى ستات تانية هدايا كتير غالية وهدايا ألماس قيمتها اكتر بكتير من قيمة السلسلة دي وكان بيشوف عينيهم الطمع وكانوا عاوزين اكتر لكن حس بفرحة زينب كأنه ادها كنز وفعلا السلسلة دي كنز بالنسبة الرفعت وقرب رفعت من زينب وقلها بهمس مع الوقت بتأكد اني ما كانش لازم ادخلك حياتي يا زينب ما عملتش حاجك وايس عشان تكوني مكافئة لي حس الزينب بييده اللي بتضمها فتحت عينيها وابتسمت ورجعت غمضت عينيها مرة تانية وهي مبتسمة هو كمان ابتسم وعارف انها لسه تحت تأثير النوم وممكن تكون بتحلم انتهز فرصة سكونها وقرب منها حست زينب بأنفاسه وبدأت تستعيد وعيها وتفوق من نومها وفتحت عينيها قامت برفع اديها ولسه هتضربه قام ماسك اديها وبعاد عنها وقال لها ببتسمة صباح الخير يا زوزي حاولت زينب تخلص اديها من ايده صباحك زي وشك ايه اللي نايمك هنا فقط يا همجي يظهر عادتك كتير مع جدتي عادتك بالزهايمر انا نايم هنا من مبارح ولا نسيت اللي حصل بيننا كمان وقرب من ودانها وقال لها ما تيجي تاني يمكن تفتكري اطلع برا مش قلت اني ما كيفتكش ضحك رفعت وقلبه وقاحة مع التكرار هتعود حاولت زينب تضربه لكنه كان بيصد الضربات مشيت زينب من جنبه وضحك رفعت بتضحك على ايه ايه اراجوز قدامك لا اراجوز عريانة قدامي انتبهت زينب لنفسها وشد تلغط عليها ابتسم رفعت وقال لها ما خلاص شفت كل حاجة قبل كده قلتلك من كان خشب بصيت له زينب بغيز وقالت له برا يا رفعت وممنوع تدخل قطي تاني وان شاء الله هخلعك ورايب بسبب وقحتك دي ابتسم رفعت وهو بيحاول يغيزها وقال لها وهتخلعيني ازاي بقى ايه هتقولي ما بيعرفش ردت زينب بسخرية وقالت له لا هقول حلوف ووقح وعند قوة مفرطة وخاف قال لا اقيم حدود الله دحك رفعت وقال لها بتريقة متقي ياهو يا زوزي على اموم هروح الحمام اخد شهر وغير هدومي عشان عندي مشوار للقاهرة وهوصل جيرين للمطار تروح ما ترجع ان شاء الله واخلع منك من غير قضية ولا ما ازون ابتسم رفعت ومردش عليها وراح على الحمام بعد شوية خرج رفعت من الحمام وكلفه في وسطه بالبشكير لقى زينب لبست بيجامتها وابتسم وراح عنده الدلاب طلع هدوم استغربت زينب وقالت ايه اللي جاب هدومك دي هنا كمان تعرف ان القوضة دي في الاصل اصلا بتاعتي واوقات كتير كنت باقي انام فيها قبل من اتجاوز شفتي بقى يا زوزي اننت اللي طمعت في قطي وخطيها طمعت في قطك لو بداية مش عايزة عايش هنا من اساسه انا حاسة ان عايشة في حصن مش في بيت عايش في ناس طبيعية خايف من ايه ها مش خايف من حاجة وما تدخليش في حاجة ما تخصكيش فعلت مفيش حاجة من ناحياتك تخصني اصلا انا هدخل اخد شوار واطلع تكون غورت من القوضة دخلت زينب الحمام ورازعت الباب وراه بص رفعت على باب الحمام وحسب غضب وقال لنفسه كنت هقول لها ايه ان انا لبنية الاصور العالية لاني خايف من الماضي يتكرر تاني خلص رفعت لبسه وصابه القوضة قبل ما زينب تخرج من الحمام خرجت زينب وما لقيتش رفعت في القوضة اتناهدت ولمت نفسها وقالت غبايا يا زينب غبايا ليه اللي همج دا له تأثير كبير عليك جدا بشوية لمست منه بتحنيله وتسلمي وبعدها بيهن قناصتك لازم حط نهاء للجوازة دي وتنتهي في قرب وقت وفجأة خبت الباب وعرفت زينب انه مش رفعت لانه بيدخل بدون استئزان دخلت محاسن مبتسمة معلش يا دكتورة عارفة ان الوقت لسه بدري ويمكن صحتك من نوم غصبة عني والله بس الستة انعام قالتلي هتيلي الدكتورة هنا دلوقتي حاولت معها وقلت لها الوقت بدري وانك لسه نيمة بس ستي عارفة عقلها لأ ما فيش مشكلة انا متعودة اصحى بدري هغير هدومي بس وجلها ابتسمت محاسن وقالت والله الستة انعام عندها حق تحبك من قبل ما تشوفك وهي اللي قالتلي اقول لرفعت به انها عيانة وعايزة دكتور مخصوص عشان تشوفك وتتعرف عليك بعد ما سمعت عنك يعني هي اوقات صحيح بتغيب بس يمكن دمر رحمة ربنا عليها انت خسرت ابنها وهو عنده عشر سنين وكمان خسرت بنتها شاب هي وحفدتها وبتقول انك بتفكرها بحفدتها ابتسمت زينب باستغراب وقالت هو رفعت كان عنده اخت طب ايه سبب موتها هي ومامته وباباه ردت محاسن بقلم وقالت ربنا ارحمه كان قام في الصرايا والمزرعة كلها حريقة من حوالي خمستاشر سنة ما نجيش منها غير رفعت به واخوه رام وايه سبب الحريق ده القضر هسبقك على قط الستة انعام وانتي غير هدومك براحتك بعد شوية في قضة انعام ابتسمت زينب وهي دخل القضة صباح العسل على تيتها الحلوة ابتسمت انعام وهي قاعدة على السرير زعلنا منك بقالك يومين ما بتجيش قطي وانستيني انا قلته مهرة مشت وخلاص مش هيبقى فيه غيري قدامك ابتسمت زينب وهي بتترمي في حضنها وقالت ما قدرش انساكي يا تيتها يا حلوة بس ايه اللي في ايديك ده ده ألبوم صور ويا ترى بتفكري في صور مين يا تيتها يا شقية انتي دمعت انعام دول كلهم من الماضي تعالي تعالي عرفك عليهم ده كمان في صور للواد رفعت وهو صغير مش صغير قوي يعني بتاع خمس سنين كده وهو ملط من غير هدوم همس الدينب وقالت ما شاء الله واقح من صغره ابتسمت انعام اللي سمعتها هو طول عمره واقح بس يتحب ولا ايه رأيك يعني هدك ديبي على تيتها وتقولي انه مش معاشش في قلبك بس بتكبري يا بيت ده انا شايفها دخلك العظم فارح بالليل وكنت لسه هخبط عليكم بس قلت بلاش هبقى عزول هو حفيدك ده في حاجة تتحب فيه يا تيتها ده همجي وانا مستحمله بس عشان خاطرك وبفكر اخلعه قريب لا ما تخلعهوش خليه يعترف انه بيحبك وشعواطيه كده زي ما انا ما عملت مع المرحوم زي مات تعالي لما فرجك على صورينا والمرحوم ابتسمت زينب وبدأت انعام تفرجها على صفحات الالبوم وتحكي لها حكاية كله صورة وكأن زاكرتها رجعت من جديد وفجأة زينب اخدت بالها من صورة الرفعت وهو في بداية العشرينات وكان لابس لبس ميري ولسوق حظ زينب ان انعام معلقتش على الصورة دي وقلبت الصفحة لكن فضول زينب خليها تسأل انعام رجعت زينب الصفحة وقالت لها الصورة دي ما حكتيليش حكايتها زي البقين لي يا تيتا بصت انعام في الصورة قوي لكن عقلها رجع يغيب وقالت ما عرفش حكاية الصورة دي ايه وبعدين مين اللي طلع على الالبوم ده من مكانه اكيد ما حاسن عايزة تحرقه قفلت انعام الالبوم ده اللي بقيلي من ذكريات اللي راحه واللي تحرقه حاست زينب بالاشفاق على انعام وما جدلتهاش وحضنتها بود ابتسمت انعام وحضنت زينب نفس الشامل اللي كانت في ايد رحمة في ايد زينب انا متأكدة اني شفتك قبل كده لكن فين مش فاكرة ابتسمت زينب لكن عقلها كان شارت في صورة رفعت اللي بزي الميري لكن حاولت تقنع نفسها ان الصورة دي اكيد لما كان رفعت في الجيش فنفس اليوم العصر دخل رفعت الاسطبر وهو بيقرب من رامي اللي قاله ووصلت جيريني المطار رد رفعت وقال ايوه ووصلتها بص رامي رفعت وقاله بخبز ايه العلامة اللي فرقبتك دي رفعت لا تكون الدكتورة علمت عليك ما تقولش دكتورة قول حفيدة دراكولا ابتسم راميو قال بس غريبة انا قلت هتوصل جيرين وتفضل كم يوم في مصر ترايح عصابك بس الظهر اللي هنا وحشوك مين اللي هنا اللي هيوحشوني انت مثلا ابتسم راميو قال لا طبعا لو علينا ما كنتش هترجع يمكن حفيدة دراكولا وحشتك مثلا اصلي عريت ان اللي بيعض دراكولا دايما بيشتعل عضه بس رفعت لراميو قال انا بقول تخلص تدريب الفرس اللي معاك بدل ما خليك تحضر فرحك من الجبس ابتسم راميو قال له علي يا سيادة القائد قلبه قبيع هبقى انا والعروسة من الجبسين طب خلي واحد فينا يسند عالتاني قبل غروب الشمس كان نعمان جنب ترعة البلد كان بيفتكر ذكرياته مع حب عمره هنا كانت بداية نهاية قصة حب المهرة والجناني البسيط هنا ترسم طريق الفراء المكان معالمه اتغيرت عن قبل تلاتين سنة عمري تاني عاشه بعيد عن هنا هي ريت الزمن يرجع ما كانش استسلم الجبروت هاشم ما كانش سابق اهم ثلاثة في حياته امه اللي فارقت الحياة وماخدش عزها واخته اللي اتجاوزت واحد ما عملش حساب اني ليه راجل يدفع عنها وحب عمره نعمان مشي وسمع صوت حصان بيقرب كان هيدهسه بص وراه وقف جنبه ولما شاف اللي وقف بالحصان بص في الارض ابتسم اللي ركب الحصان وقال فعلا احسن حاجة تعملها انك ما تقدرش ترفع وشك لفوقه قدامي رفع نعمان وشه وقاله لسه عندك نفس الغطراصة يا هاشم بلاش تتغر انا اللي خلاني نزلت وشي حكتين اول حاجة ان الشمس زغللت عيني تاني حاجة اني ارفان ابص الوش حقير زيك اتغاز هاشم وقال يظهر لسه غباوي الزمان في دماغك لما فكرت توقف قصادي وتتحداني ايه فكرها يحصل ايه رد نعمان بسخرية وقال زمان كنت ضعيف كان عندي اللي خاف عليه دلوقتي انا الاقوى لاني ما عنديش اللي خاف اخساره كل اللي خفت عليهم زمان خسرتهم خلاص بس على يقين انا راجع اكسبهم تاني وقرايب قوي اتغاز هاشم وقاله يظهر انك راجع من بلاد برة وعندك طموح وانفكر انك بشوية الفلوس اللي جمعتهم في الغربة تقدر طقف قصادي وتتحداني يا نعمان فوق لنفسك شايف ابو اردان اللي وايه فدامك ده اخرك زيه طلقت اكلك من على الارض ابتسم نعمان وهو بيبص على ابو الاردان وقاله ياريتني زي ابو الاردان اصلا علمونا في المدرسة ان ابو اردان بيلقط الدود والحشرات اللي بتضر الارض وبينظفها انا راجع تاني يا هاشم وهسترد مراتي اللي اكبرتين اطلقها لما حطيت سلحك على رأس امي واوعدك السلح انت بنفسك هتحطه في رأسك وقرايب قوي ولاد رضوان نسخة اقوى منه ومعهم التالت اللي تربى في بيتك وقدم عينيك بس ما عرفت اشتخذ في صفك ويبقى زيك انا شفت بنفسي وحيد الشامي الراجل اللي حقاني اللي شهد بالحق ولا انا متأكد انك سبب في موته بطريق غير مباشر بسبب طمعك وحقدك القديم اضغاز هاشم من كلام نعمان وضرب حصانه بقوة ومشي بسرعة رغم واجع قلب نعمان لكنه ابتسم للشمس وهي بتغيب واتكلم وقيل شمسك هتغرب يا هاشم وهتطلع شمس جديدة بنور جديد بالليل في سرايا الزهار اتسحب رفعة ودخل قد الدينب لقاها نايمة في هدوء استغرب ازاي بتروح في النوم بزرعة كده عارف لان بالها وضميرها صفيين وان نيتها طيبة وبتساعد الناس بدون هدف خاف عليها لان عقله قاله ان مش كل الناس نيتها طيبة زيها لقا الغطة من زحمل عليها راح وغطها كويس فدل جنبها يبص عليها ويشبع منها هو عارف انه بيجذب عليها لما بيقول لها انها مش مال يعنيه وهو في الحقيقة مش بيحس بالحياة وانه عاوز اكتر غير معها هي لكن بيقاوم الشاردة بإدعاء انها مش مكافية هو كذب لانه بيحس بالاكتفاء من مجرد بوسة منها رفعة عرف ستات كتير عمره ومشتها واحدة منه كان مجرد رغبة اما زينب لا هي رغبة ولا شهوة زينب بتزلزل كيانب ومجرد ما يقرب منها واللي خرج رفعة من تأمله فيها اهتزاز تليفونه وطبعا لو ما كانش عامله على الوضع الصامد كانت صحيت وما كانش سلم من لسانها اتسحب ورجع على قطه زي ما جاه بصل التليفون وقفل ومردش جات له رسالة فتحها فضول منه مش اكتر اراها وابتسم بسخرية وهو عارف ان التليفونه هيرن تاني وبالفعل ران فتح الخط وسمع اللي بتقول بانتصار وانت عارف انك مش هترد علي غير لما تشوف الصورة دي عاوز ايا ريمة قصتنا القديمة خلاص انتهت وانت اللي نعيتيها بنفسك حس تريمة بالندم وقالت له ما كنتش عارفة اني لسه بحبك وفابيو يعرف الكلام ده ارتبكت ريمة وقالت شفت الفلاشة للأسف لا اصلها ضاعت مني الرد تريمة بغضب وقالت له رفعت انا لسه بحبك وفات الوقت يا ريمة قصتنا خلاص خلصت يا ماما انا دلوقتي متجاوز وبحب مراتي واتمنى لك السعادة مع فابيو انت اللي اخترتي وسافرت اليونان زمان ورميتي نفسك في حضنه تصبحي على خير قال كده وقفل الخط فيه الشه واخد نفس وقال قمة الوقاحة يا ريمة ازاي في يوم دخل علي اخداعك وكذبك وصدقت اني اول راجل في حياتك فتح الملفل على موبايل وقال ممثلة فشلة وتستحق اللي فابيو هيعمله فيك لو فكرت يدخنيه بعد نص الليل كانت وقفة عربية في مكان ضلمة دخل فيها هاشم ابتسم للشخص اللي فيها واللي رد عليه بنفس الابتسامة نزل السواء وصابهم لوحدهم ابتسم هاشم وقال غريبة ليه جايب السواء معاك مش خايف يكون جاسوس عليك المثل بيقولك حرص ولا تخون ابتسم الشخص التاني وقال في شغلنا ده تخون حتى ولادك انت مفكر ان دخل علي ان الابطانة حرق في الياخت انا عارف ان جاكلين كانت معاك استغرب هاشم وقال وعرفت ازاي من حبابي في المطار والمواني بس عايزك تعرف حاجة واحدة ابني مش زي القبطان اللي ابو دخله في شغل القازر وحب يكبر على حساب ابوه انا في نظر ابني قديس على الموم مش ده المهمة عندي زي ما طلبت منك قبل كده نسبتي هتزيد محدش غير هيستهلك التصريح بس كده نسبتك تعتبر مساوية لنسبتي خلينا المرة دي زي كل مرة التلت والتلتين والمرة الجاية تبقى مناصفة تمام بس المرة الجاية مناصفة ما تنساش ها قل لي صحيح رفعت في الظهار خطر مش عارف اين اللي رجعه تاني وازاي تخلى عن منصبه ويقبل يرجع ويبقى تاجر خيول رد هاشم بسخرية وقال راجع ياخد مكان ابوه ويعمل فيها شيخ عرب زي المرحوم ابو دحك التاني وقال هو ما اخدش عزة من اللي حصل لابو لما طمعه زاد عن حده بس لازم نعترف هو هاسك من رضوان هو عارف ان منصبه زايل ومهما عالي وترقى كان هيبقى ايه في النهاية وزير رئيس وزراء بالكتير لكن لما يبقى اكبر تاجر خيول في المنطقة العربية واسمه يسمع في اوروبا وقتاها يبقى له سلطة مع رجال اعمال عرب واجانب ويتمنوا كمان يخدموه رد هاشم وقال لا رفعت الظهار في دماغه هدف تاني غير انه يكون اكبر تاجر خيول مفكر انه هيقدر يعمل اللي ابوه فشل فيه زمان ويجمع الكل حواليه فرحان بخوه التاني ابن واحد الشامي رد التاني وقال لو دا تفكيره يبقى في نفس غبقه تابوه بعد مرور يومين زهر الوزير البلد اللي افتتاح الوهده الجديدة وكان بحضور كبار البلد نزل الوزير من عربية ومد ايده لزينب بمدح فيها بصيت له زينب بسخرية وقالت في عقلها مش دل نقالني هنا عشان شتمت ابن اخوه ابن اخوه كان واقف فر عمه وكان بيبص لزينب نفس نظرات الاعجاب وقبل ما زينب تمد ايديها تسلم على الوزير اتفاجت بيد رفعت سبقت وسلم عليه وقال له رفعت ردوان الظهار رد الوزير وقال غني عن التعريف يا سيد رفعت قرب رفعت من زينب وقال له وابقى زوج الدكتورة زينب السمراوي هيبتسم الوزير وقال له فعلا الدكتورة في فترة صغيرة جاهزت الوحدة الجديدة يحسب لها طبعا ويحسب للحكومة اكبر رجال البلد اللي مدتها بالمصرفات اللازمة دحكوا رفعت وزينب من جواهم على كلام الاحمق ده دخل الوزير واتجول في اركان الوحدة قدام عدسات كاميرات التلفزيون اللي بتصوروا كأنه هو صاحب التوجيهات والانجاز من البداية رفعت ما سبش ايد زينب لحظة كانت عين هاشم اللي كان اول الحضور هتنهاش رفعت واللي ظهر قدام البلد انه هو الكبير ومش بس هاشم ابنه الوزير كمان اللي كان مستغرب ازاي زينب ترفضه وتتجاوز فلاح من وجهة ناظره اما زينب فحست بقوة اضافية لما رفعت مسك ايديها وحست بفخر مش بس لانها انجازت تجهيز الوحدة فوقت قصية لا وبلا باقت رفعت وثباته وهبته واللي شتت قلبه وعقلها وجه يوم فرح رمي الظهار دخل واسيم على رمي قطه لقال السنايم ابتسم واسيم بمكره زي عدت القديمة جاب ميا ودلقها على رمي وهو نايم اتخذ رمي وصحي مفزوع بصله وقاله هتفضل موزي طول عمرك يا خي حرام عليك ابتسم واسيم وقاله نموسيتك كحلي يا عريس ام الساعة بقت عشر الصبح يلا عشان نجهزك للعروسة تجهزوني ازاي يعني هروح للكوافر عمل بديكير ومانيكير يعني ولا ايه انا هحلق دقني وخلاص ايه اللي جابك بادري كده ما عندكش محاضرات النهاردة ولا ايه كان عندي ولغتها فرح اخويا بقى وماينفعش سيبه في يوم زي ده رد عليه رمي وقاله بلاش تقر فيها من اولها خلي الليلة تعديه بصله واسيم وقاله هتعدي وهتبقى زي الفل ان شاء الله بس انا خايف العروسة هي اللي تتباح لك القطة زي امرأت رفعت ما عاملة معاه ضحك رمي وقال رفعت ما كانش ينفعه غير اللي معاه المهم انت اخر اخبارك ايه معقول ما فيش واحدة كده دخلت دماغك ولا حتى مجرد اعجاب اتناهد واسيم وجه في خياله ليلة لما احس بغيرة لما شافها من كام يوم من شباك مكتبه اعدى مع زميل لها لوحدهم وقت طويل كان عايز يروح لها ويوبخها رغم انه اعادهم مع بعض كان واضح انه بريء وعادي جدا واضح انه زميلها كان بيشرح لها حاجة في محاضرة واسيم اللي ليلة تمنعت من حضورها قنب واسيم نفسه انه هو اللي تسرع ومنعها من حضور محاضراته واسيم حس ان فيه شعور غريب بيروح نحية ليلة لكنه كان بيقاوم الشعار ده لانه شاف انه مش وقته وانه عنده هدف تاني لاحظ رمي صراحان واسيم وقال له ايه رحت فين بكلمك مش بترد ليه لا تكون طبيته وبتخبع عليها ولا قل لي مين وانا روح اقتبه لك بنفسي ابتسم واسيم وقال لا خليك في نفسك الليلة قال له رمي ايه اخر اخبارك مع قلمة رد واسيم وهو متدايق والله ما قد كل وقت بتهرب منها دخل رفعت عليهم وقال صباح الخير يا شباب ها ازاي عرسنا هترفع راسنا ليلة ولا ايه ابتسم واسيم وقال بلاش انت كفاء علامات الدكتورة ابتسم رفعت وحط ايده على رقابته وقال بلاش خليك تحضر فرح رمي متخرشم وقال ما تفرح فيك يا ابني خليك انت مع رمي وانا هسبق على القاعة استقبل الناس وهشرف على تعميل القاعة كويس عشان فيه شخصيات مهمة هتحضر ابتسم واسيم وقال ومن ضمن الشخصيات دي طبعا رؤساك والقدام ابتسم رفعت وقال يلا عندي كذا مشوارها عاملهم الاول سلام يا شباب بس راي هشم الزهور دخل هشم على مهر قدتها وهو بيترق عليها وقال لها شايف الفرحة في عينيكي كان انك رايحة تحضري زفاف الامير شارلز رمي عندي احلى واغلى من مئة امير انا بفتخر انه ابن اختي الناس اني كنت راضى على اخو مامته الله يرحمها وكمان يبقى ابن اخو المرحوم رضوان ابن عمي واللي كان اكتر من اخي لي رد هشم باستهزاء وقال ايوه رضوان الله يرحمه كان بيحب يوصل الرحم لسه جواك غل الماضي زمان كنت بتكره رضوان وفرحت لما تحرقت مزرعته وبيته وهو تحرق جواهم وهو ومرته وبنته بس القدر نجى ولاده الاتنين اللي رجعوا من تاني اقوى وغلك رجع اقوى بس زمان رضوان كان واحد انما دلوقتي ولاد رضوان مش هتقدر تقف قدامهم وتتحداهم لان الخل لما بيكبر بيستنى رصاصة الرحمة انت عارف ان رفعت اقوى من رضوان ومش سهل كسر زي ابوه انا نازلة لازم احضر الزفة من اولها قالت مهرة كده وثابته ومشيت وهو بيقول تحضر الزفة من اولها ولا تمال لعينك من حبيب القلب القديم بس هده مش هيفضل كتير يا مهرة هتمرع شوية انا عارف ازاي هقدر اخليك ترجع تخضعيني من تاني في صرايا رضوان الزهار دخلت هالة قدت زينب لقيتها لسه في الحمام بتاخد شعار خرجت زينب من الحمام وقالت لها هالة في واحدة تروح الشغل ينفرح سلفها ردت زينب وقالت قديكي قلتي سلفها عموما يا ماما انت عارفة اني مش باخد وقت ردت هالة وقالت الكلام ده لو هتلبيسي بلوزة وبنطلون وخرج خرج عادية انما ده فستان ولازم له ميكوب وتفاصيل ابتسمت زينب وقالت انا احط ميكوب المرة الوحيدة اللي حطيت فيها ميكوب كان يمكن بكتابي على الهامج رفع ردت هالة وقالت ايه يا عاوزة تحضر الفرح بوشك الشاحب ده زينب انت بتاخدي العلاج بانتظام ولا لأ ايوة بس ما عارفش السكر مش متزبط اليومين دول ليه يوم عالي ويوم نازل اتخضت هالة وقالت ليه بتلقبطي في الاكل انا هلقبط في الاكل حضرتك عارفة اني مش من الوقت الاكل اصلا باكل سد وجوع مش اكتر طب ايه السبب لا تكوني لا اكون ايه انت عملت اختبار حملة قبل كده واعمل اختبار حملة ليه دكتورة ومش عارفة بيعملوا اختبار الحملة ليه اشتركوا في القناة